صباح السعيدة بدأت ازاي؟ بدأت ازاي؟ الحج فتح شركة سياح حج وامرة حج والدي بابا حضرتك فتح شركة شغال معاني في الحج وامرة بطلع مع مشرف جيه في وقت الشتاء يعني في وقت من رمضان للحج الوقت فاضي من قد مبنى مفيش هو فبدأت اللي أنا طلع رحلات داخلية أبدأ أنزل رحلات تيوم واحد كهيرة معاني من كهيرة بدأت بقى من كده من 6 سنين أو 7 سنين خدت معاك وقت قد إيه أنت خدت كتير شركة تتزبط وتتأسس لأ خدت كتير وقت قد إيه مثلا؟ بالنسبة لأنك شغل في إسماعيلية أخدت حوالي سنة سنة ونص سنة ونص عشان تفتتحها ولا سنة ونص عشان تتعرف لأ عشان أبدأ أعمل اسمي ليها عشان تبدأ تعمل اسمي ليها طب قولي بقى إيه نظام الرحلات عندكم يعني حكي لي كده لأننا ساحة داخلية وخارجية خارجية لأي مكان ولا حاجات معينة؟ لا لأي دولة بدأت أول ما بدأت بدأت بالحاجتين بالداخلية والخارجية؟ بدأت برحلات اليوم الواحد اليوم الواحد كانت إيه بقى الأماكن اللي كانت يجيب الواحد؟ الكاهرة بنروح الأهرامات حدكت الحيوان حسين جاء جولت بعدك وكان عليها قبول الرحلات اليوم الواحد دي؟ كنت بطلع بالخمستاشر واثناشر وطويس صعب أن أنت تجيب تيم كبير أن أنت تتزبط بيه الحاجات دي والأعادات تتبقى كبيرة ومسئولية؟ بالنسبة لتعودي بالنسبة لي سهل لي سهل لي؟ يعني إيه شمالة بنسبة لك؟ تعودت عشان بحبها هو الشغل ده أو الشركة تسيحة دي ليها علاقة بأننا دي حاجة بحبها أو لا؟ بأساس أي شغلة أساسها طالباً بتحبها تقدر تكتئ أنا فهمة ده طبعاً بس أقصد هي يعني دي دي مش حاجة مثلاً إيه مش موهبة مش مهنة عندي من زمان أنا بعملها فدي شركة سياحة فأي حد ممكن يفتحها مش لازم يكون عنده موهبة فأنا أقصد يعني يعرفت منين أن أنت بتحب أن أنت تبقى عندك شركة سياحة ولا أنت مثلاً بتحب السفر فحبيت أن أنت تعمل ده الأول يعني أكيد بحب السفر مش حدي بحبش السفر بس أنا بحب شغل بحب الرحلات والسياحة عاماتها هي مش أي حد يفتح شركة سياحة بالعكس هي فيها خطورة كتيرة جداً وفيها مخاطر كبيرة بس جميلة طب وقل لي إيه الأماكن اللي في مصر فيها أحاجات سياحية ومتخصصة أن أنت بتحب توديها للناس وبتطلع رحلات كتير وبتطلب منك اللي عليها أجبالك شديد جداً شرم الشيخ عشان فيها أماكن خروج كتير شرم الشيخ دي الصور اللي معانا على الشاشة زي إيه؟ ده معي الصينيين صينيين؟ مع جروب صيني دول صينيين عشان بس الشاشة بعيدة أنا مش شايفة قوي دي بعض شركة الأكسة دي بتبسات شركة الأكسة بتعرفوا تتكلموا طبعاً بقى مع الوقت التانية ولا أنت معاك في التيم؟ معايا التيم معايا حد يتكلم طبعاً ده لازم يكون موجود في الشركة؟ طبعاً ده جروب رحلات غم دي الأقصة الأصوان طبعاً الأقصة الأصوان مش رحلات يوم واحد ده الأقصة الأصوان شتة شتة؟ هو أغلبي رحلاتها بتبقف نصف الثامن يعني إحنا عندنا رحلة 26 و 31 و 300 هو أنا ملاحظة أن أنت في كل الصور هو المفروض أنه اللي عنده شركة سياحة بيطلع مع الرحلات كلها أو اللي دي مشاركة منك إنت عشان تبسط الناس هو لو رجعنا للشغل أساسي لشركات السياحة مفيش صاحب شركة بيطلع على رحلات صح؟ من عشان كده سألت لا بس إحنا تعودنا هي الصورة دي صورتك؟ صورتنا تحت الماء اه احنا تعودنا إحنا نشارك مع الناس رحلات حتى في بعض الناس بتطلع حتى لو ما كنتش موجودة أو مشغول وحد يطلع منتين بتاعه أنا مش موجود بتيجي بعد كده بيزعلوا وبيطلوبوا لهم يطلعوا معي تاني طبعا مختلفة يعني هما الناس بتحبهم يعني دي حاجة منك إنت كده للناس حب يعني كده أنا بحب الناس يعني بحب وبيحب التعامل معاهم أو بكون موجود فسطة طب قولي كده بقى بروجرام الرحلات عندك بتعاملة ازاي؟ كلمني الأول عن طب رحلات اليوم الواحد البروجرام بتاعها بيبقى ايه؟ اليوم الواحد بتجمع قدام الشركة هادي بتجمع وبنتحرك بتم مع الناس هادي معنا فوتوغرافر في الرحلة في لعبة اسمها الطنبلة فيه معنا جوائز وهداية اللعبة اسمها ايه؟ الطنبلة دي ايه عباران ايه؟ العبارة بأرقام كده بنلعبها وفايا جوائز وديه في الباص بنتسلوا احنا مشي لحد ما نوصل للمكان بقى كده بنشغل ايه اغاني اه بنشغلوه ما هي حاجة لحد ما نوصل المكان لها باحت اه طب لما بتوصلوا هناك بقى بنوصل بقى حسب البرنامج احنا راحينه بنبدأ حسب البرنامج يعني ممكن لو ببرنامج جنو واحد الكاهرة القهرمات بنبدأ بيها بعد كده حلوكة الحيوان حسين ملاهي كايروف استفال حسب البرنامج الترتيب بتاعك بيبقى لود عليكي اسلام ان انت ترضي بكل الناس اللي بطلع في الرحلة والله انا بيحاول على قد ما اقدر بص يعني اصلا بيبقى فيه ناس رخمة ما بيعجبهاش العجب بمعانا صح الحمد لله فضل اللي احنا بيطلع معانا عادات كبيرة جدا وبنحاول على قد ما نقدر نلحن نبسطهم يعني نعمل اللي علينا ويمكن اكتر عشان نقدر نبسطهم ايه اكتر حاجة ممكن تبسط الناس في الرحلات بتعملوها وبتحل تفيدبك بتاعتها حلوك فيه حاجات بسيطة يعني شوية حاجات لمسات بسيطة زي ايه دي احكى مع الناس اي حاجة ممكن انت خير استحملت حاجات كتير حاجات صغارة بتبسطهم اه طب قولي بقى ايه اصعب مواقف قابلتك في الرحلات اصعب مواقف احكي موقفين تلاتة كده او في موقفين ساعتاشر خمسة عالفين وسبعتاشر انت انت فاكر الدواطحن ووقف صعب جدا انت فاكر المعاد كان معايا تلاتة توبسات كنت في السعودية وكن كنت منزل رحل شرم الشيخ قبل رحل تلاتاشر يوم جمعت تلاتة توبسات توبس تلات نجوم توبس تلات نجوم توبس اربع نجوم توبس خمس نجوم شرم الشيخ تمام كنت حاجز من شركة سيه يعني شركة ناء وما ديتنش على توبس واحد بين عندوه ولتسفين التانين جابوا هملي من الكار تلات مرات وده اخر على معادة طيارة لا مش طيارة اخر على التسكين اخر في البرامج اخر في كذا حاجة طلعنا الناس كلها سفاري مجانا طلعناهم كذا بالنمج مجانا وده طبعا كان التكلفة عليكم علينا احنا عشان نبسط عشان تبسطوهم وبعد كده لما رجعنا عملناهم احنا مدعام يعني فيه ظروف تبغز بنا عننا الرحلة التانية كان معها ستة توبسات حلتها ازاي يعني سفاري سكتت بيها الناس لا تعويضا مننا ليهم عشان نبسطوهم يعني هما منهمش زنب واحنا مدعش زنب طبعا لكن انتو مدعوش زنب لاننا بس الناس مش هتقدر على فكرة يقولك احنا مدعش دعوة احنا حاجزين معاكم وانا فهم القصص تي طبعا فعشان كده انتو حلتها انتو ممكن الخسائر المادية تكون زيادة انما عشان تردوا الناس وده حقيقي مش في الشركات كتير ده وارد عندنا كتير يعني فده معنى ان انتو فعلا شركة محترمة ان انتو تعملو كده وحتى في العيد اللي فات برضو كت رحلة مطروح خسرين فيها واحد واربين الف بسبب اللي العميل حاجز خسرين واحد واربين الف في رحلة واحد ده بسبب ايه؟ بسبب اللي لنا كنت حاجز عمارة والحاجز بتاعها الكنسة العميل ملوش دعوة حاجزنا عمارة تانية جديدة اغلى في العيد وهم حاجزين على بتاعت السعر الاولانية حاجزنا 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 دي واحنا دفعنا الفرق والعميل ملوش دعوة فهمت من كلامك انو انتو سمعتكو ارضاء الناس اهم تماما من المجاسب المادية وده طبعا شابولي كوية ده لان اشغلنا عليه بقى الناس نية واعتقد ده بيكسب ناس كتير يعني انتو ممكن تكسبوا كلاينت اكتر ما وسمعه اكتر ما تكسبوا فلوس وده اهم عليك ممكن هيا دي السبب اللي احنا ناجحين فيه هو حاجزة كده صح انا كمان شايفها ده طبعا مش حابين تزعلوا اي حد منكم والله انا بنحاول عقد مدر ما نزعلش حد مننا ولما بيكون في عميل زنات بنحاول نرضي بأي طريق كان معايا رحلة برضو مواقف ست ووتوبسات الكاهيرة ووتوبس عطل ثلاث مرات في الكاهيرة اه اخدوا فلوس الرحلة كاملة اللي هما دفعوا يا نهر ابيض وطلعوا ونزلت لهم رحلة تانية طلعوهم مجانا يعني هما انتو دوتوهم فلوس الرحلة وهم طلعوا الرحلة برضو عزبناهم على رحلة تانية مجانا بدين اي الرسوم تعوين عشان هما مش زمن ده الوحد يتمنى يحصل عندكم اشي مش شكل في الرحلة اه طب قولي بايا اسلم الحجة والعمرة انتو بقالكوا قد ايه فتحين عندكم شركة والدي بقاله يعني كده حوالي 22 سنة 22 سنة انتو موصل الله شركة قديمة الشركة بقالها حوالي 7 سنين كنا قبل الشركة كان الحج بدء من اول في جامعية وكده من فترة كبيرة يعني عقد فيها وقت طويل حوالي 16 سنة 17 سنة طب قولي بقى كده اسعار الحج والعمرة عندك بتبدأ من ايه وتعمل ايه الحج الوزراء اللي بتحدده ده اسعار ضابط الوزراء بتنزل قبل الحج بتنزل حسب الضابط حسب السكن الحج طب بقى على حسب المواسم يعني شده وصيف غير كده لا انا مش باكلم عن المساكرة العمرة تبدأ من مولد النابي احنا كمصري بنسميها مسمى مولد النابي ورجع بشعبان رمضان كنها عمرة تشتغل من شهر 11 او 12 لحد رمضان توفضل شغاله طيب انت برضو مجاوبتنيش الاسعار الاسعار حليل عاملة 13 سوى مائة وخمسين ده الايه اكتصادي لا دي الحج والعمرة العمرة 13 ايه 13 سوى مائة وخمسين بالإقامة هناك 15 يوم اقامة والطيران سعودي او مصر التيران عالمدينة وباشا والعودة من جد 15 يوم وبالاكل وكل حاجة لا بدون اكل الاقتصاد بدون اكل 15 يوم ده سمح الاقتصادي اه في برامة جربة عن نجوم في خمسة في مستوات كتير اه جميع المستوات موجود وعندنا فروح ومحفظات كتير طب الحج الحج بحسب الضواب ده الوزارة بحسب القامة في فنادي يعني دي انت مالهاش تارى عندكم محدد انتوا بتعملوا على سلسك اه طيب قولي بقى كده نفسك في ايه طموحك في الشركة يعني ايه اللي انت نفسك تطوره اكتر وحكيلي كده لا طموح حاجة كتير زي ايه يعني احكيلي يعني تكلامك مختصر ليه فطفض معي طموحي اللي انا عايز كنت بفكر انا افتح ان لسه فتح شركة جديدة جنب الرحالة السحرية السنة اللي فاتة يعني يمكن الزكرة السنوية 24 واحد اه كنت عايز افتح عايز افتح في بورسعيد السويس فروع اللي ايه تبقى تخصيلي انا بس اه بس اه افتح لا اه ليه طموح حاجات كتير يعني طب ما تحكيلي يعني حاجات كتير زي ايه فكر كده حاجات يعني الوضع يعني بفكر زي اي شاب نفسك تعمل افكار جديدة للشركة عندك ايه اكيد طبعا اكيد طبعا ا اكون احيات كتير موافاني يعني طب انتل بتحس ان انت في حاجات عندكو في الشركة مميزة عن شركات تانية بصراحة طبعا طبعا في حاجات ميميزة كتير اولا احنا احنام مش اللي احنا يعني احنام نشتغل بنفسنا بنهتم بالناس يعني ايه تشتغلوا بنفسوكم يعني احنام نشتغل بنفسنام بتعامل مع الناس مesh جايز بموظفين كتير يعني عندي موظفين أصدق أن صاحب الشركة هو اللي ممكن يقابل الناس ونأخذ وندي وكل حاجة نتعمل معاها ونطلق طبعا جدا في إيه بقى؟ في السقة في كل حاجة طب إيه كمان؟ إيه option ثاني ممكن يكون عندكم متميزين فيه؟ أسعارنا أسعاركم ممكنكم الأرخص؟ أعلى أسعارها مستوى إسمالية أنتوا قصدين أنتوا تقللوا في ده؟ طبعا مش شرط المكسب الكبير إنما أنه أبقى مميز والأسعار تبقى أوليلة واجيب وأكسب أوليلة بيبقى أحسن لكتير جدا يعني في رحلات كتير ممكن أطلع بعشر أطوبيسات خمستاشر أطوبيس ما بتتضرروش من الأعداد الكبيرة؟ تمنكوش مشاكل؟ يعني أنا ما أبنيش مشكلة اللي هي المشكلة اللي إتني الممكن دي اللي تبصى اللي هي الدروب اللي حاصل أعطال يعني مشاكل أعطال طب قولي يا سليم الإجراءات اللي صفر بتبقى صعبة عليك ولا الدنيا بتبقى سهلة؟ لا كل بسهلة ما بتبقاش الدنيا صعبة خالص ما قبل تكش مشكلة خالص في الإجراءات الدنيا تمام معيكو؟ أول السيف بيبقى بس شرم طريق شرم التفتيشات بتبقى صعبة شوي تفتيشات؟ اه بالوقت بيطول تفتيش النافق وعيم موزع كمان بتبقى رخمة شوي طب قولينا بقى إيه عروض الكريسمس بما أنه إحنا خلاص دخلين على السنة الجديدة كل سنة وكل الناس طيبين وبخير يا رب وإن شاء الله تكون سنة سعيدة على كل الناس وعليك وعلى شركاتك بإذن الله قولي بقى إيه العروض اللي ممكن تكون العروض اللي موجودة فيه شرم الشيخ عاملين ثلاثة يام يوم ستة وعشرين قبل الكريسمس بربما أربعة وربما أربعة هو أنت العروض لحد قبل الكريسمس يعني من بعد شهر واحد الدنيا ماشي عندي يعني في شهر واحد وشهر اثنين دي برضو عروض كريسمس؟ نص السنة لحد نص السنة نص السنة في عروض لوحدها الكريسمس فيه شرم الشيخ خمسمائة وخمسين جنيه تلات يام كاملين دي أنا هطلع بقى حميزة في تربع عاشة فندو تلات نجوم بالبرامد كل هان طب إيه كمان؟ فيه أنا ملاحظة أنت ما بتقومني في الكلام اللي أنت بتكروتني ليه؟ أنا عايزة يعني شركتك على فكرة أنت المستفيد قولي كده تكلم معي يعني قولي إيه ما تقوليش كلمة وتسكت شرم يعني برنامج فندو أنا عندي بالنسبة لأي مستوي يعني أنا ممكن مختلف عن جميع الشركات عندي كل مستويات يعني أنا عن تلات نجوم واربعة وخمسة وكذا عرض للتلاتة وكذا عرض للأربعة ما عنديش حاجة واحدة ما اشتغلش على فاق معين ما اشتغل على كل الفاق فبالنسبة للتلات نجوم احنا زيها يساعة أقل ساعة 550 في الكريسمس إيشان أسعار عليه قبل الكريسمس روماة واربعة واربعين بيبقى فيه ضغطة في الكريسمس عندكم؟ طبعا يعني المواسم زي بتبقى فيها ضغطة أكتر من القام العديد طبعا ولأنه بيبقى فيه عروض فالناس طبعا بتحب تتوفر الناس بتحب تتوفر والم hannoماس بحب الأجازات يعني فيه نطبس الإجازات فيه نزل العروض اه حتى في الشتاء كده عايزي الناس بتبقى حا اي ستطلع شرم هنطلع على هكذا شرم في الشتاء متعد شرم الشيخ في الشتاء مش في الصياد والله ليس لازم يعني مياه شرم مش ساعة شرم الجو في النهارة عادي حرف ينزل نورتنا إسلام ورجعنا لكم تاني في فقرة النهاردة الأكل بقى نجعينا بصراحة فرجعنا لكم معينا فقرة تكون فيها الأكل لتنين شركة صحاب تعالوا نرحب بيهم معينا إسلام الدسوقي ومحمد جمال صحاب مطعم دجاج الشام نورتونا أنت سياحة والناس هتقر عليك كده على فكرة موطعي موسيحة أنت في كل حاجة نلاقيك ما شاء الله أكبر نورتونا نورت حكولي بقى كده الصحاب اللي تحول بيزنس والدنيا جاد إزاي؟ طبعا أنت في الأول كده صحاب تمام؟ في الأول بس أهم حاجة نتشارع يعني احنا فرحانين مع حضرتك جدا ربنا يخليك بذوقك وتشرفنا اللي احنا في الحلقة مع حضرتك برسي ربنا يخليك السؤال بتحضرتك إزاي الصحابة بقوا شركة أو بقوا في بيزنس بينهم يعني إسلام مش صاحبي إسلام إحنا مثلا ممكن عشرة مثلا خمسشار سنة فهو لي شغله خاص وأنا لي شغلي خاص يعني أنا عندي محلات هدايا وعندي شغل الزفف بتاع عربيات وهو سياحة فطبعا بقى إحنا وصلنا الليمت معين في اسمعالية أنه خلاص إحنا عدينا قصة مثلا كعربيات وأجار الزفف خلاص عديناها كمحمد محلات هدايا عملت فرع واثنين وتلقى أبع بقوا شغل فيه لوحدك مالوش علاقات إسلام عملت شركة سياحة وعملت تانية واشتغل ووصل بيطلع بأوتوبسات بعدد مهول في اسمعالية كل واحد بدأ لوحده في مجال في شغل فوصلنا بقى إن خلاص شغلي أنا وشغله هو وصلنا لدرجة أن ما عادش فيه نجاحا حقا أو تاني يعني ما عادش فيه حقا يعني ما شاء الله وصلت للي انتوا عايزين آه فحبينا بقى نحط إيدنا في إيدين بعض ونعمل حاجة بقى باسمنا حاجة باسمنا فحبنا بقى جات ازاي؟ وبتاعت مين؟ جات من مين اللي جات الفكرة وقال للتاني بصي إحنا أنا خدت إسلام وكننا بنأكل ليه إسلام شاركنا على فكرة؟ نعم بس كنا بنأكل كان عزيمني هو أصلا هو بيحب الأكل جدا إسلام رقم واحد في الأكل كلنا بنحب الأكل بصراحة لا بس هو بيحب الأكل بشكل مختلف إسلام ممكن مثلا نتعشى 4 مرات ما تسايقوش بقى على الهواء يا جماعة فبصي خدنا بقى خدنا كنا بنتعشى أكل سوري فإحنا عادين على الترابيزة زي دي كده فقلت له الأكل السوري يعني الأكل السوري مش غالي وما تكلفش يعني ممكن نقل أربعة خمسة ستة ما تتعديش اللي 150 جنيه مثلا أكل كويس ومش غالي في مطاعم تخشي تاكل ما تشبعش وتدفع وتمشي فبدأت من هنا هو قال لي طبقيرك نفتح مطعم سوري يعني أنت اللي اقترحت الفكرة نفتح مطعم سوري إزيها محمد بدأت بقى الفكرة من هنا بدأنا نفكر وننفستوها إزاي كلنا على فكرة شعب المصري كله لما بيقض مع أصحابه ما تيجي نعمل مشروح أيوة بس إحنا بنفترق بنفترق عن أي حد اللي إحنا أصلا لنته نفستو فعلا إحنا مثلا إحنا يعني ممكن نبقى إحنا حطين هذا في اللي إحنا برجال أعمال إحنا كل واحد في شغله في البزنس بتاعه وصل لمرحلة إنه هو بقى قوي فاللي هو إحنا نقدر نقول إحنا عايزين نفتح شركة دعاية هنعملها شركة إعلانات هنعملها مش اللي هو فكرة ومش تتنفذ فكنا واخدين الفكرة لو دخلت في قلبنا هتتحقق فيا إسلام وبعدين عاملين حاجة إن شاء الله تشرفونا في اسمعالية حاجة قوية جدا لأ أنا لازم يجي وتعملولي أكل من عندكم لأ أعمل قولولي كده الأكل تتلسلها معيونك الأكل عندكم إيه عبارة عن إيه أنا المطعم اسمه دجاج الشام صح كده الشام الشام الشامي طب قوليلي إيه بقى الدجاج الشامي يعني ده معنا أنه هونتو بتعملوا دجاج بس فراغ بس ولا ولا ده اسم لكن متنوع مسمع طب إيه بقى الأكل اللي عندكم مميزين في إيه مميزين عندنا في مشاوي شقف كباب إيه إيه بعد المشاوي إيه الشقف ده؟ هو الكباب اسمه شقف اسمه شقف ده عندكم لا أسمع ليه اسمه كده ولا هو اسمه كده وأنا اللي جاء له يعني في السوري اسمه شقف بالسوري طب إنتو ليه ليه مسميه مع عشان هو مطعم سوري إنتو سوري مراجلات سورية آه طب المشويات بكاملوا بطريقة سورية في مصر وفي سوري يعني إنتو عندكم القسمية عندنا القسمية الطلب الأكتر على إيه عالسوري عصومي سوري أنا بعشق الأكل هو أكل ممتاز جدا هو أكل ممتاز هو ما يدروا يدروا يثبتوا للمصر كلها أن أكلهم حلو آه أنه أكلهم حلو طب إنتا ما قلت ليش على فكرة برضو آه مميزين في إيه غير المشويات؟ الشعور رقم واحد سوريات يعني ولا فتت الشاورمة اللي اتنين لا الشاورمة نفسها بقى أنت حسب البنادي حسب اختيارك يعني يعني فيه شاورمة فيه ساندويتشيات فيه وفاتة شاورمة واجبة شاورمة عربي آه حسب الاختلاف طيب أنا عايز أقلكوا سؤال مهم جدا الأكل السوري المطاعم السوري بقت كتير جدا يعني عايز أقول لك إحنا عاربنا في جنب بيتنا مثلا أنا كل ما بمشي شارع بلاقي مطعم أكل سوري طبعا هي أرزائ طبعا ده نمبر وين أوكي نمبر تو بيبقى فيه مطعم مميز في حاجة في الأكل السوري فالناس بتقبل عليه صح دي كانت فكرتنا دي كانت فكرتنا وحنا عدي عشان تبقى مميزين لأن موضوع منتشف إحنا لما بنيجي نشتغل أو بنيجي نعمل شغل بنيعمل حاجة مش مابودة في اسمع علي عموما يعني في شغلنا أو في حق المحافظة اللي احنا فيها إيه الأكل الفضيع ده مفيش رغيف يا جماعة هو ده ده مشويات كده صح لا أنا أنا لازم يجي يا إما أنتوا المرة تجاي تنوروني لو سمحتوا تجيبولي الطبع معدلين أنت لو تفرجت على كل صور المطعم إحنا عاملين مطعم سوري الأول مرة في مصر الديزاين بتاع المطعم مطعم شامي مطعم شامي المهندس حالاء عاملين الديزاين الديزاين بتاع المطعم شامي شامي شامل درجة مليون المية دي حاجة بتفرق مع الناس يعني محتاج عينها هبص للمنظر طبعا طبعا العين بتاكل قبل الوطن العين العين بتاكل قبل الوطن قبل ما باجأكل من عندك متزوق يعني خصوصا لو حد عملها خروجة يعني أنا رايحة الناس بتجي تتصور أكتر من ما بيأكل أنا رايحة أخرب في عائزة ضيوم وفي نفس الهاتف ناكل فيب عندنا صالة عندنا صالة في آي بي هو كمطعم دجاج الشامي في إسماعليا مطعم سوري هو ده المطعم اللي في الشيشة صحي كده هو المطعم الوحيد اللي في إسماعليا اللي فيه صالة وهو من المطعم المعدودة المطعم المعدودة في مصر في السوري بالستيل ده يعني أربع مطعم بس منهم ما حدش ناكل ما شاء الله أصلا حجما كمان ما شاء الله أكبر كبير عندنا ثلاث دور كلموني عن اللي افتتاح بقى افتتحته أمتى احنا كان المفروض اللي احنا نفتح أساسي يوم أربعة أربعة واثنوشور اللي فات فأنته خلاص لسه بودات جدا يعني الأكل طازع احنا اشتغلنا قبل الأربعة في التجريب اشتغلنا من يوم واحد اشتغلنا واحد واثنين وثلاثة واربعة جينا على يوم أربعة ضغط التجريبي خلنا اللي احنا يعني لغبة حاجات كتير قوى عندنا ما كنداش متوقعين ان المكان هينجح بالشكل اللي محدش يتخيله في الافتتاح فاضطرنا اللي احنا نعجل الافتتاح الاساسي كل ده تجريبي بتعلم الأخطاء بتاعتنا تجريبي يعني بمعنى بمعنى انه أنا بجرب ايه في الناس لا مش بجرب في الناس أنا عندي دلوقتي صلى عندي أصطف العمالة جديدة مش واخده على المكان انتو بتجربوا في التيم بتاعكم في التيم بتاعكم في الطنزيم latvp فوق وتحت انتم من أيين تيم ايه سوري بقى المطبخ كله كله كامل سوري الصالة بس هما اللي فهم مصريين اهو دي الصورة اللي على الشاشة دي المترجم للتين بتاعكم ماشاء الله كتير في سوريين في مصريين في مصريين الأكتر إيه؟ علشان يكون متخاصين في الأكل المشاطرين طب سؤال ما هو في مصريين ممكن يبقوا شاطرين في الأكل السوري على فكرة أو أنتوا خواهرين تجسسوا بتبقى نسبة ضعيفة أنا مش حفلة تجارب أنا بقولي أن أنا مطعم كبير أنا في حاجة بردلوقتي محترمة منها طب أنتوا دلوقتي أنتوا جبتوا الناس السوريين فدول مش محتاجين تجارب هم أصلا فاهمين شغلتهم وغلتهم المكان نفسه أنا لما أخش مكان جديد كأسطاف لسه جاي عايز يشتغل لازم يتمرن على المكان وقفته شغله حاجته في حاجات ما بتعجبش الزبون في الصالة التأخير اللي إحنا كان عندنا ملاحظات كتير في الصالة بسبب الضغط فبنبدأ نصلح منه يعني حتى مزودين في الأسطاف عشان نشوف اللي ينفع معنا أو اللي مش هينفع طب إمتى بقى اللي افتتاح الأساسي؟ لسه لازواجي هنال معنا قريب يا إن شاء الله إن شاء الله أنا عايزة طبق مكسجر الله حلوك إن شاء الله من يخليك؟ طب قلولي كده بقى نوين تعملوا أي حاجة مميزة في الافتتاح تجذب الناس؟ بصي إحنا رفضين فكرة إن إحنا نعمل عروض للأكل خالص نهائي عشان؟ أنا أكل مميز جداً خدمته علي قوي أكل غالي قوي أنا لأول مرة مطاعب سبيني ليه الأكل بتقوله أنه غالي قوي؟ يعني مثلاً الإسلام لما كان بيكلمني على نوضوع السياحة كان بيقولي حابب إن أسعاري تبقى أقل علشان خاطر أكسب زبون يكسب أكتر ويعمل شعبية أكتر ويشتغل بسرعة بص إحنا في المطعم عندنا ما فيش حاجة اسمها لحمة مستوردة خالص خالص إحنا اللحمة اللحمة تجي من لحمة ما بحاش بلدي إحنا ويقولش الزبون بلدي هو لحمتنا بلدي طيب بس أنا هقولك على حاجة من وجهة نظري المتوضعة أنا دلوقتي لما بقى ماس كمينيو وعايزة أجيب أكل من عندكم إنت أكيد مش هتعط تفهم الكلاينت واحد واحد أصل إحنا مش عندنا لحمة مستوردة أبصد حاجة أول أنا أول حاجة أشوف أقول إيه ده أكلهم غيلي طب ما هو نروح للسوري مثلاً أنا أكل مش غيلي فارق بينه وبين بره 2 جنيه زائد على المكان إنت تتكلم في أصل إنت قلتلي أصل الأكل غيلي جداً فكلمة غيلي جداً لفتتنظري أنا ما عملش عليه أروض وخصومات وكده يعني فيه ممكن أي حد يعمل إحنا رفضين مبدأ الخصومات بس الناس دايماً بتجري وراء الخصومات والأروض أكيد طبعاً ليه مش حابين تعملوا أنا الناس بتجري عندي وراء الديزاين بتاع المكان وراء الستيل بتاع المكان وراء أنت تيجي تقعدي في مكان جودت الأكل إنت لعب على حتة تانية لا زائد الخدمة وزائد الأكل طعم الأكل مختلف تماماً عن أي مطعم سوري في مصر يعني أنا عندي هتيجي مرة أكلة عندي أكل سوري خلاص هو علم معك أنت مشوأني جداً لا المكان مشوأني أن أنا أجلت بس إحنا عشان المجال كان بعيد عن مجالنا يعني أنا أجرى عربيات زفاف ومحلات هدايا وهو سياحة فهمتوا إزاي بقى في موضوع المطعم أنا برضو مش فهم الحد معنا شريكنا السوري أبو واسين إنتم معاكم شريك ثالث أبو واسين أبو واسين بسوري سوري بقى سوري سوري هو اللي متخصص في القصة هو اللي متخصصة من الناس اللي قدرت تشجعنا اللي إحنا ناخد الخطوة كنتوا خايفين طبعاً لأنوا حسيننا أول تجربة بالنسبة لكم مجال مش بتاعنا وراحين عايزين ننجح مجال مش بتاعنا وراحين بيقول إحنا عايزين نفتح النهاردة إنه بقى راكم موحد في اسماعيل النهاردة ده موضوع صعب مش أوليد وبفضل الله يعني إحنا عمالنا وبفضل الله دلوقتي كاسماعيل مطعم عمل ترند يعني حتى تشغل ناس كتير في البلد والمواقع على التواصل الاجتماعي إحنا أعلى صفحة مطعم قبل ما تفتح إحنا 25 ألف ومشترك إسماعلاوي قبل ما نفتح المحل هنهاردة وفتحين بلنا 9 ايام و 8 ايام فإحنا محققين نسبة مبيع الحمد لله رب العالمين من أول يوم إحنا ترند في اسماعيل ما تفكروا تفتحوا يوم الكريسمس يعني يبقى يوم افتتاح راستانا بص بالنسبة أكلنا إحنا مشكلتنا في حاجة إحنا الزحمة تعمل لنا مشاكل إزاي بقى هقولك ناس كلها تحب الزحمة والضغط في القطاع أنا الصالة عندي صالة VIP يعني بتاعت مثلا إيه عندي 12 ترابيزة بـ 50 كورس لو أعدت الخمسين كورس دول ببواقف عندي خمسين تحت تاني وعند التكاوي وعند التكاوي عند التكاوي أكتر بأكل أكتر من ألف وواحد في اليوم عند الدليفوري بأكل أكتر من ألف وواحد في اليوم لو العدد ده زاد هيجيلي شكاوي 25% فأنا عكسي هيجيلك عشان إيه تأخير مثلا الوائح عدم تنظيم والناس مش هتستحملنا يعني أنا مش هتستحمل أنا راح أعود ساعة تحت عمال مطلع الصالة وأعود ساعة في الصالة لأ وهيقول لي دي مشكلتي يعني مشكلتي تعالي أنا حلها لك هم حلها لك إزاي لما هو المكان دوت هو اللي بيعمل أكل لازم هتستنائي فأنا الزحمة عكس الناس أنا مش محب الزحمة يعني أنت الزحمة حاجة ممكن تأذيك في شغلك أكتر ما هي نحس إنه هي ما شاء الله في يقبال على المطعم يعني افتتاهي عمله بعيد عن أي بعيد عن أي موسم بعيد عن أي حاجة يعني هصح الصفحي كده أنا هفتح النهاردة هتفاجئ هتفاجئ الناس هتفاجئ الناس قولولي بتتمنوا إيه في 2020 سؤال سعب بس أكيد لإجابة طبعا لإجابة ولإجابة كبيرة كبيرة اه بس أنا قلت لك في وسط الحلقة إن إحنا بنحلم إن إحنا نبقى رجال أعمال مش بنحلم إن إحنا نبقى ناس إن شاء الله واجبكوا هنا تاني في برنامجي وإن رجال أعمال إن شاء الله بس برضوك إحنا من يعني حاجة حصرية لبرنامجي إحنا كنا أصلا يعني كإسلام وكمحمد كنا مش تحت السفر كنا تحت السفر بمراحل وصدقيني دي الناس اللي بتوصل الحمد لله إحنا أنا كنت ببيع فل وورد ودي حاجة مش هيبقى دوست العكس يعني كنا يعني مش مزاي يعني والحمد لله رب العالمين واصلين في إسماعيل دلوقتي المرحلة يعني ماشاء الله ربنا يبركلكو يا رب بفضل الله حاجة يعني إي حد يتمنيها قولي بقى تتمنى إيه وإسلام بعدها يقولي يتمنى إيه بص إحنا أول حاجة بنتمنى إن ربنا يدوم علينا السطر والصحة وفو ويعني ونعمة حب الناس وإن الناس كلها تبقى مجتمع علمتوا ناس نظاف ومش إيدوكم متلووسة والناس تقف في ظهرنا بدون ما تعرفنا طبعا ده أكبر أكبر يعني ده أهم حاجة وأهم حاجة لوحد حق يعني بيتمنى إن هو يستمر حب الناس طبعا أكيد على المجهود بقى على المستوى العمل ومستوى الاجتماعي إن شاء الله نفسك تفتح فروع تاني أنا عندي شغلة تاني أنا عندي شغلة تاني في إسماعيلية مرتبط بالدجاج الشام بنجاح الدجاج الشام والله عندي شغلة تاني مرتبط بالدجاج الشام طبعا دي حاجة حالة جدا عشان تقدر تهتمل بالدجاج الشام لأن نجحت من نجاح كذا حاجة بفضل الله كذا حاجة يعني وإن شاء الله بإذن الله هنفجأ إسماعيلية كلها ونعمل حاجة في بداية السنة يعني أقوى من الدجاج الشامي كمضمونة وكفكرة وهنعمل حاجة التشرف إن دول ولا تسمع عليها إن شاء الله والله إحنا بنحاول نعمل علينا ونساعدهم ونتمنى إحنا كل يعني أهل إسماعيلية كلهم يوفروا في ظهرنا وساعدونا بالعكس إحنا معظم الناس يعني في ناس كتير بتحبنا وبساعدنا بس في ناس كتير برضو سلبيات وقفة بتاند فينا ده طبيعي ده في الدنيا كلها لازم لازم ماشي ماشي لازم بس مش معنا إحنا يعني مع أي حد تصدق ماشي إزا عنا لحنا أولاد البلد لحنا إحنا نتشافين لسه أدنين شباب في منذ رفواتهم خالص بالعكس أكتر ناس هتتحارب والله إحنا سيبين ناس كويسة لزيكم والله الحمد لله بالفضل إحنا واسكين في ربنا في اللي إحنا يعني اللي إحنا ماشيين صح فسيبين كل حاجة عربنا والله إحنا وإنت بقى نفسك في إيه أسليم أنا نفسي في حيات كتيرة بس إنت كل شيء تغطي لي حاجات كثيرة نفسي حاجات كثيرة قولي حاجة واحدة بس منه ما هو محمد قال الملخص محمد قال اللي هو نفسه فيه ما لكش دقوا محمد ما أنا هو واحد والله تفكرنا واحد أنا ما بقول عن نفسه بقول بشغلنا أنا وإسلام مرتبط ببعض مرتبط دلوقتي ببعض بنسبة 90% أنا أمنيتي لكم في 2020 وفي السنين جاية كلها إنه الصداقة ما تتعكرش بالشغل وحطوا كلمة ذي كويس قوي في بالكم لأنه المثل اللي بيقول أنا مش فاكريه بزبطة عشان ما فتيش بس اللي هو لو ما تناسب حد لا تشاركه ولا تناسب يعني في حاجة كده بما معناها أحنا بنحاول أنا عارف كتير أو قالولي إن الإجابة الشخصية لما بتخش في الشغل وبتخش في الدنيا تفرم يعني هتديك بس ديها واحدة بس وعشان لو تعاس تختم الحالة معلش عشان أزان الجمعة المضطرين إن إحنا نختم مش مشكلة نورتونا بإذن الله الحلقة الجاية واللي بعدها كمان إن شاء الله تنورونا ونورتونا وأتمنى لكم التوفيق يا رب شكراً لكل الناس الحلوة اللي بتتفرج علينا ويك إن سعيد عليكم استنونا الجمعة جاية في نفس المعيد شكراً للمشاهدة